السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكون لهذا المزرطة للوحيد والناس أجزائكم بخير الآن نهاية المزرطة فإنفسنا لا يجب أن تشاهدك قد اشهدتك لكنه يرحب الناس والذي يملكون يوحي الناس والذي تسلط علينا سعو الله السلامة الله يحفظ ماء ويحفظ جميعهم الله ينجينا ونجي لكم إذا الله يجزائكم بخير كنصيحة كتوعية اي واحد جارتك اختك عمتك لين عندك عيط احبابكم الله يجزيكم بخير عندنا 15 يوم رخصنا ضروري الله يرحم لكم الويدين انسدوا لنا بباننا الاقل 15 يوم لماذا لا يمتعصر هذا الوباء لان هذا شيء ما يفرحش والقادية والله إلى حمضة انا اقسم لكم بالله العين العظيم الى رخصنا انسدوا لنا بباننا واحد الى 15 يوم ويخرج واحد من الفرد الى عند الضرورة عندك الغرض يخرج واحد يخرج اخوك و يخرج ابابك و يكمش في الغرض و يرجع كل القادية هي حمضة نساو نبع الشران أو اي حاجة نساوه عندنا احد المسألة نبقى مع الدولة كل شيء المسؤولين يوجد إن تخرجها البرد ترى صفحتنا عمرين يعني القادية مرونة بالصحيح لذلك لن نعاونهم أصدع لكم بباركم الله يرحم لكم وإذن هذا الشيء ستكون واحد من البشر ستكون هذا الشيء بالاستهزاء القادية باللهي ماذا يلطحك القادية سخنات كنت ترى هذا الشيء الذي ترى اليوميا يعني تخيل واحد فينا أنت ولا أنا ولا هو يترى لي هذه المشكلة لماذا؟ لأنني لم يعمل لإنسان عقله والله يرحم لكم وإذن لن نطلب منكم كأخوكم عبدالطيف ولأنتم لن نصحوا بعضياتكم أي شخص عرفة يخرج من هذه المسألة لا وصلنا إلى مرحلة قصوى لدرجة أن هذا الوباء ينتشر بشكل خيالي لا يوجدها فقط 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 في الدين على الفيروس رأي بوحده رأي بوحده لا علاقة بذلك اللي شفنا يا رب بالسلامة لا تفرح الله يجازيكم بخير ناصحة كأخوت الحمد لله اللي عنده عائلته عارفين بقى ممسوقين بقى الناس ديرونه بالضحك خمسة عشر يوم عباد الله نصدعوا على بيباننا نصدبها بالدار كأختي لا يخصك شي غراض يمشي واحد من الاهل يقضي الغراض ويأتي لا يتعطل شي يقضي الغراض ويأتي ويدخل الهم يقضي المعقيم حي فاضا على ذلك الوليدات الله يرحم لكم الوليدين رأي وصلت المرحلة القصوى لا يبقى لدينا خطر لا شيء من البارع الكسارية كلهم سادين الناس خائفين لأنه لا يوجد حل تجاري لكي يستقبل الناس أخرين لا يجب أن نكونوا يد موحدة كل حالة أو الحكومة والدولة والدولة يستطيع أن تساهموا عن السؤال بل 15 يوم لكي يقضي الغراض نوع من المتعرفة لا يستطيع من التحكم لا يدخل لا تتعرض مع أولادك تتعرض مع ذماء قرر قرآن ديالك تفرج شوية قنطي منظر طلع الاسطح يعطى الله ميدا غير ما تخرج وما تجامش مع الناس وانك قاع وخرج تسخر ولا شيء الله يجزيك بخير أعطي واحد المسافة بينك ومن الناس اللي حداك غير كويق عندما تخرج وانت تنزقها اعتبر انك انت مريض اعتبر ان هذا الان فاسمعك مريض اكترت اسلام مي بقاش اكترت البوسان خليه ان شاء الله غير تحيد علينا هذا الغمه هذه نعم انت تسالموا ارا ما تتعانقوا ارا ما لانسان يدير ليه بغي يدير لذا الله يجزيكم بخير كم سألة اللي هي مسألة إنسانية مع بعضياتنا الله يرحم لكم بقوا في البويض ديركم انسان بقى في الظارك أختي بقى الله يجزيك بخير أخويا في الظارك ما اعتبر الله لا يدار في الظار اعتبر الله لك تشكروا مع ولادك ان يعبدوا لي ويتخرجوا لا تسلسل اي عجينا واحد المهم غير خمسط٥ يوم الله يرحم لكم الوالدين فقط كما قلت لكم هذا الوباء الذي أعطينا السدبي فقط كما ينقص وما يمشي بهذه الكترة التي نحن خايفين لأنه عندما تنتشر هذه الواترة خيالية لا نعرف ما سيكون وما سيقع الله يرحم لكم الوالدين الله يلطف بنا والله يحفظ لنا ولدتنا والله يحفظ لكم معزيكم والله يجزيكم بخير لا يوجد شيئ ما فيها يدير شيء لايف بحلقة ويوعيون الناس لأنه يحصل لعوان راكين الناس الذين لا يوصلوهم ليس بالمثال الفيديوهات لأنه يلتزم ويبقى داخل داره ويجمع ولدات وحدات غير يدوز هذا الشيء ويخفف والله يخفف من هذا الشيء ويخفف من هذا الشيء وانت اذهب لفرماسيين وانت اخذت روني مصير شوية شيء ولكن لا يوجد اليوم كانت شك فرص كير الله يجزيكم بخير باش نختموا هذا الليب والله يلطف بنا والتزموا لبيوت دياركم ودخلوا لديوركم انسان يدير هذا الشيء اللي قتلنا الدولة ديارنا 15 يوم يا ربي السلامة ما فيها بس الله ينجينا والله يحفظنا ويحفظ لكم وليداتكم وحلات لي وعلينا بشكل نحن 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 نساء الله السلامة الله يجزيكم بخير ارغم لا يجزيكم بخير وحافظوا على الوليداتكم وحافظوا على الاهل لكم وعقموا نفسكم الله يجزيكم بخير جزاكم الله عنا خيرا والله يرحم لكم ويدين اللي عندو شي ميساج يوصلون الناس اللي عندو شي سير رسالة يوصلها باشهوكا غادي تعم المسألة يعني قاع الناس يعرفون كن هضروع على هذا الشي وهذا الشي يكون رفيع لنا اللي جزاكم بخيرا هذا الشي راب الصح هذا الشي راب واقع في بلادنا دخلوا لديوركم ولو 15 يوم اللي اعطاونا 15 يوم دخل سد عليك اخويا تكمش بالدريجة دينا تكمش اخويا فضلك اللي رحم ويدين وقابل وليداتك وحافظ على رسك وحافظ على وليداتك وحافظ على الأب ديك وحافظ على الأم ديالك وحافظ على الأسرة ديالك باش ماشي بقلة العقل ديالك تمشي توصل اليوم هاد الوباء نسعى الله السلامة والله يجزيكم بخيرا عنا وبرتجيو بارتجيو هذا اللايف والله يحفظنا والله يحفظ لخوتنا هما اللي في الخارج مساكن الله يوقف معاهم والله ياربي يحنا اليوم يخفف ما نزال ونتمنى اليوم الشفاء العجيل يبقى في ديورهم حتى يشاف يجب أن يكون هذا الوباء إن شاء الله يجزيكم بخير عنا والله يرحم الوليدين ويبقوا في ديوركم والله يرحم لكم الوليدين ويبقوا في ديوركم ما تخرجوش ما تخرجوش ما تخرجوش إلا عند الضرورة إلا كان شو واحد عنده شي غرض يخرج شو واحد من الأهل يلوي قدي غرض يلوي ويرجع دغيا يصيف تخوه بالمثال شو واحد لغي قدي غرض غيا ويجي ومن يدخل مع ذلك من يدخل يعقم يديه يغسل يديه يدير المسائل يجب أن يدير المسائل ويحفظه وينجيه من الأهل يلوي لأن تقدر أن تكون بالمثال غير بستئزة وانا عن خرجها تخرج يا ربي السلامة لا تلقى ماشي صعب بكل شيء حاجة أنت معرف وشرا في المر سلمتي علي جبتي للدار أنا يريدك يا الكاريتة دخلتي على أباك على أموك على أختك العائلة كلها مشات علاش ما خدمتيش عاقلك أنا من الله يمان شي ما ديلت في اليوم قسموا لكم بالله العظيم من المرحلة لقاء صحيح إلا ما نجنش نخذها بعين اعتبر أن هذه الشرا القادية سخونة أرغي ولي أي واحد فينا كيدغ لي قال لي هرسوا ويا ربي السلامة أرغي ولي كل شيء مريد لماذا لا تعمل عقل أعطانا ربي العقل لكي نخدمهم أعطانا خمسة عشر يوم ما فيها بس من غربة الحمد لله من كي بغيت واحد ورقيت واحد خمسة عشر يوم صدع لكم بيبنكم صدع لكم ديوركم الحمد لله لا تريدون أن يكونوا محلولين من سوبر مارشي بحذب أن أمسكنا لن نحضة مارجان رحل كنتمشي تخذ الغرض ونتي سيأخذ ذلك الذي يريد أن أدخل في الدار ونتي تدخل في الدار طلعا مية الدار أخوة أنا جمع أخويا مع أولادك قرأ القرآن لك قرأ الأذكار لك بقاح دولي لك بعدها أشبع منه أنت حيت كامل ونتأخذ دام نار وماطن أنت في خدمة من الصباح ونتمشي خدمة تمارا تمارا صحفي بالمثال أعطاهنا بالمثال الخمسة عشر يوم جاءتنا بالمثال لا نقول لك هذه الوشبة جاءتنا الظروف بحلقة صحفي أخويا بقاح في ظهرك أخويا أجمع أحد أولادك ماذا نخصهم تكونوا يقتمعهم وماذا تضحك معهم لك حتى تخلقت أحد لكي لا يشدك المالات الغرض الكبير يجب أن يكون مريح يقولك وأنا ده بلان عار كامل وماذا لا يوجد أحد يدرب أحد أخويا لا يدرب أحد أخويا بقى في ظهرك والله يرحم لك أخويا 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 أصطح ومع في حالك وهم راسك وهم الأهل لماذا هم مريحين في الظهر وماذا تخرج لهم يجب لماذا على أقل العقل لذلك الله يجزيكم بخير أتمنى أن يكون لكي لم تطولتكم هذا الليب لكي أخويا لكي أخويا لكي أخويا لكي أخويا لكي أخويا 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 ولم تنفت وماذا لم تكن مرة أخويا بحقنا ومعنا ويجب ثانيا أخويا أخويا ومعتدد أخويا ومعنا سيقوم بإمكان في حالها الناس ومعنا لأنها لا أخويا يومي بشكل طبيعي تريد تشترك يحن بشكل طبيعي شخص تشترك هذا من صحيح يتلقى على المشاكل هذا من صحيح كم تشترك بصحة المشاهد يتناولون لأن الوقاية خيرا الوقاية خير من العلاج غير قرسك اخويا وقرسك ونتمنى وربي احفظنا من هاد البلاء والله ينجي الامة الاسلامية والله ينجي العالم بصفة عام الكوس وكان مسلم سواء كان كافر كيف ما بغي يكون هو انسان الله يعافينا انتم ما كنتشوفوا المساجد اتخيل جامع عباد الله ما بقناش كمشو نصلي في علاج الناس خيفين صلي في دارك اخويا الله رحمة الكويدين اخويا لسدونا الجوامع رخيفين علينا صلي يا اخويا في دارك وانتبقى تخرج فتاوي قال لا دارو ما دارو ما داروك يا سيدي بغي لك الخير انسان يعمل معقله صلي في دارك وانتبقى قرأ شي بارك وطلب ربي حيد على البلاء وانتبقى الانتبقى لسيبت قرأت الخطر وانتبقى يا رحمة حفظ كما سنعاون دولة دينا والحكمة دينا والوزراء دينا ولا سنعاون المسؤولين دينا اللي خرجونا بعد قرار ديال انسان يستعلي في دارو كان نعاونهم بعد المسألة صدو عليكم في بيبالكم لا تخرجوه اخرجوه الا الضرورة عندك الغراد خرج اقدي غراد وانتبقى حالك تهدو هذه الخمسة عشر يوم رائعة الحمد لله كما تعرفوا المغرب يعني المرحلة اعتقنا القادية فمتيني الله هاد الشي في البداية دياله دونك مدام هومتا وما خيفين عنه وخيفين عنه رسومتا نخافوا على أولادنا ونخافوا على الأسرة ديالنا الله يجازيكم بخير الله يرحميكم ويدو مان نخدوش الموضوع مستيزاء ما نقولوش هاد الشياء غاد ضحكا كي يقول هذا ها كي خربقاش من كورونا ما كورونا ومقاونش تحوون غني والقادية والمغربة والمغربة والله هيتا القادية حامضة دونك الله يجازيكم بخير باش ما نتقلش عليكم فاد الليف اللي غنختمو بها ربيه وليك يحفظ ولكن الوقاية خيرو من علاج الوقاية خيرو من علاج إنسان نديرو ذاك شي اللي قالونا نبقاو في ديورنا ما نخرجوش عادنا خمسة عشر يوم نبقاوش شادين فيها ديور ديالنا باش ينقص علينا هاد البالا باش تال ما هاد الى خمسة عشر يوم بعدا مني كتكون في ظهر تال ما تلقوش ناس خرين احد الفيروس طريقة باش كنتقل رخ خيالي يركون شوفوا بالعين مجرى دراء رخ خيال العلمي واش نحسن من دول الفيتين نمارس مش حال وخيفين ودالوا التزامة ديالهم وحروسين على ولداتهم وشدين ديور ديالهم والإنسان تاني يكمل بعقلهم والله يجزيكم بخير وسمحوا لي لطول تعليكم والله يكبر بكم والله يحفظنا والله يحفظ جميع الأمة الإسلامية العربية أو للنصارة الكيم ما بغي يكون إنسان الله يحفظ بالمثال العالم كامل الله ينجينا من هذا البلاء الله يسترنا والله يستر لكم ولداتهم وسمحوا لي كترت عليكم بزاف ودخلوا لديوركم الله يجزيكم بخير وطبقوا هذا الشيء اللي قالوا لنا والله يرحم لكم هنا مرة مرة قد نديروا ديلايف حلقة ديال توعية والإخوان ديالني اللي في الجاليةية أم الله يحفظهم والله يحفظ لهم وليداتهم وما يخافوش على quarterlyTHهم والله يجزيكم بخير ويديروا لمعقيمات ديالهم يديروا لمعقيمات ديالهم واللي يدير يا ربي لك هنا إن شاء الله مني كن خدم عقلي وندخول داري راسي نور مال كورونا لا تدخله إذهب كورونا تبقى على من تأخفي قريب غير لدارك ما عندك ما رغب ت وصلك والله يجزيكم بخير والله يرحم لكم ويدين والله يحفظكم والله يحفظ لكم ويداتكم يما دخلوا لديوركم دخلوا لديوركم دخلوا لديوركم رأينا لمرحلة وصلات الخطار الله ينجينا وينجي لأمة والله يجزيكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وصلحوا ليلة طولت عليكم إلى لايب آخر جديد خاص بالتوعية عن هذا الموضوع دي الكورونا والله يحفظنا السلام عليكم ورحمة الله